أمير الحرب على الإرهاب، الاسم الألمع عالمياً في مواجهة آفة العصر، نال تكريماً مختلفاً هذه المرة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن نايف، حاز ميدالية جورج تينت للاستخبارات لإسهاماته في وزارة الداخلية وتحقيق الأمن والسلم الدوليين وهي ميدالية تكريماً خاص من يكالة الاستخبارات المركزية مدير سي آي اي مايكل بومبيو زار الرياض والتقى ولي العهد السعودي وقدم له الميدالية بدوره اعتبر الأمير محمد بن نايف الميدالية ثمرة لجهود وتوجيهات قادة المملكة وعلى رأسهم الملك سلمان وشجاعة رجال الأمن وتعاون المجتمع بكافة أطيافه في محاربة الإرهاب وقبل أيام كان وزير الأمن الداخلي في أمريكا يرد على أعضاء الكونغرس عن عدم تسمية السعودية ضمن الدول التي سعر رئيس ترامب إلى منع مواطنيها دخول الأراضي الأمريكية مؤقتاً الرئيس ترامب اتخذ قرار منع دخول مواطنين من دول تشكل خطراً إرهابياً فقط لذلك نحن لم ندرج السعودية على قائمة الحظرة باعتبار أن لديهم استخبارات وأجهزة أمنية جيدة جداً الدور السعودي في مكافحة الإرهاب عالمياً تكشف عنه تصريحات رسمية من كبار المسؤولين عالمياً ومنها في بريطانيا إقرار بدور المعلومات السعودية في حماية الأراضي البريطانية من اعتداءات إرهابية يمكن أن أقول لكم منذ أن أصبحت رئيساً للوزراء فإن معلومات استخباراتية زودتنا بها السعودية من المحتمل أنها أنقذت حياة المئات من البريطانيين هنا في بريطانيا الأمير محمد بن نايف شدد على تضافر للجهود الدولية لمواجهة الإرهاب لافتاً إلى أن ذلك يتطلب التعاون وفقاً لقواعد القانون الدولي والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة وفي مقدمتها مبدأ المساواة في السيادة عمر حرقوس العربية